موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات وطلاب الصف السابع درسنا لليوم مراجعة للوحدة التاسعة لدينا جدول أنواع المجسمات وعدد الأوجه وعدد الأحرف وعدد الرؤوس وشكل القاعدة لكل مجسم المكعب المكعب فيه ستة أوجه اثنى عشر حرفا ثمانية رؤوس قاعدته بربع متوازي المستطيلات عدد الأوجه ستة عدد الأحرف اثنى عشر وعدد الرؤوس ثمانية أما شكل قاعدته مستطيل الهرم الثلاثي عدد الأوجه ثلاثة عدد الأحرف ستة عدد الرؤوس أربعة وشكل القاعدة مثلسة مثلسة الهرم الرباعي عدد الأوجه أربعة وعدد الأحرف ثمانية وعدد الرؤوس خمسة وشكل القاعدة مربع المنشور الثلاثي عدد الأوجه ثلاثة وعدد الأحرف تسعة عدد الرؤوس ستة وشكل القاعدة مثلس المخروط لا يوجد لديه أوجه ولا أحرف أما رؤوسه فهو لديه رأس واحد وشكل قاعدته دائرة الأسطوانة لا يوجد عدد أوجه ولا عدد أحرف ولا يوجد رؤوس وشكل القاعدة دائرة الكرة لا يوجد أوجه ولا أحرف ولا رؤوس ولا يوجد قاعدة ثمارين اذكر الشكل الهندسي لكل وجه من أوجه كل من المجسمات الآتية لدينا بالشكل الشكل الأول ننظر إليه نجد أنه قاعدته مربع وأوجه مثلثات الشكل الثاني لننظر إلى القاعدة نجد أن القاعدتان مثلثات والأوجه مستطيلات الشكل الثالث نجد أن جميع الأوجه مربعات والقاعدتان أيضا مربعات الشكل الرابع نجد أن القاعدة مثلث والأوجه مثلثات كم عدد الحروف والرؤوس التي يحتويها الشكل المعطى لننظر إلى الشكل نجد أنه إذا عددنا عدد الحروف لنعد لكل وجه حرفاني مائلان وأحرف القاعدة لنختار الإجابة الصحيحة نجد أنه يوجد ثمانية حروف لنعد الرؤوس نجد أنه يوجد خمسة رؤوس وثمانية حروف أي أن الإجابة جيم هي الإجابة الصحيحة صنف كل مجسم إذا كان مجسما متعدد الصحطوح واذكر عدد الرؤوس والحروف والأوجه التي يحتويها الشكل الأول هو كرة أي أنه غير متعدد الصطوح الشكل الثاني أسطوانة وهي أيضا غير متعدد الصطوح الشكل الثالث هو متعدد للصطوح له ستة رؤوس وتسعة أحرف وخمسة أوجه المخروض هو غير متعدد الصطوح مساحة السطح للمجسمات قوانين المساحة للأشكال الهندسية لنتذكرها مساحة المربع هو مربع طول الضلع مساحة المستطيل هو طول ضرب العرض أما مساحة المثلث هو نصف طول القاعدة ضرب الارتفاع مساحة الدائرة باي بمربع نصف قطر الدائرة متوازي المستطيلات ودعينا بالشكل يتألف من ستة أوجه مستطيلة وتكون شبكة متوازي المستطيلات بهذا الشكل ومساحة متوازي المستطيلات هي ضعف مساحة المستطيل الأول وزائد ضعف مساحة المستطيل الثاني زائد ضعف مساحة المستطيل الثالث كل وجهين متقابلين مساحة متوازي المستطيلات تعطى بقانون آخر وهو 2L ضرب W زائد 2 ضرب L ضرب H زائد 2 ضرب W ضرب H حيث A هي مساحة السطح وL هو الطول وH هو الارتفاع وW هو العرض الهرم يتألف الهرم الثلاثي من أربعة مسلثات شبكته كالشكل ويتألف الهرم الرباعي من ثلاثة مسلثات ومربع وشبكته الأشكال التالية مساحة الهرم نقوم ببصه إلى شبكة مضلعات ثم نجمع مساحات أو جهة الهرم الرباعي مساحة الهرم الرباعي هي أربعة ضرب مساحة المثلث زائد مساحة المربع الهرم السلاسي شبكته كالشكل ومساحته هي أربعة ضرب مساحة المثلث مساحة الأصطوانة لدينا الأصطوانة وشبكتها المساحة هي مساحة المستطيل زائد اثنان في مساحة الدائرة لدينا بالشكل مساحة المستطيل وهي عبارة عن الطول ضرب العرض ومساحة الدائرة اثنان ضرب ضرب مربع نصف القطر الطول كما في الشكل هو عبارة عن محيط الدائرة والعرض هو الارتفاع زائد اثنان ضرب ب ضرب مربع نصف القطر محيط الدائرة اثنان ضرب ب ضرب ر الاستوانة كما في الشكل تتألف من مستطيل ودائرتين وتعطي هذه الأشكال مخطط الشبكة كل منها فأي شكل ممكن ان يكون اسطوانة فالمكعب يتألف من 6 مربعات وتعطى شبكة مجسماته بالشكل ومساحة المكعب هي 6 ضرب مساحة المربع اي 6 ضرب مربع طول الضلع تمارين اوجد مساحة كل شبكة وصنف كل مجسم لدينا بالشكل شبكة مجسمات لنحصب مساحتها هي مساحة الأوجه جميعا الشبكة مكونة من 6 مربعات اي ان المجسم المكون لها هو المكعب مساحة المكعب هي 6 ضرب مساحة المربع وتساوي 6 ضرب 5 ضرب 5 مربع طول الضلع ويساوي 150 سنتيمتر مربع الشكل الثاني الشبكة مكونة من 4 مستطيلات ومربعين اي ان المجسم المكون لها هو منشور رباعي او نقول متوازي المستطيلات ومساحة ومساحة الشكل هي 4 ضرب مساحة المستطيل زائد 2 في مساحة المربع لنعوض مساحة المستطيل هي طول ضرب العرض ومساحة المربع هي مربع طول الضلع بالتعويض يساوي 4 ضرب مساحة المستطيل تساوي 18 زائد 2 في مساحة المربع وتساوي 4.5 ومجموعهما هو 22.5 متر وربع الشكل التالي الشبكة مكونة من أربعة مسلسات متطابقة أي أن المجسم المكون لها هو الهرم الثلاثي لنحسب مساحة الشكل هو أربعة ضرب مساحة المسلس ومساحة المسلس هو نصف القاعدة ضرب الارتفاع بالتعويض خمسة عشر ضرب تلاثة عشر مقصومة على اثنان فمساحة المسلس تكون 97.5 مضروبة بأربعة يكون الناتج 390 سنتيمتر مربع وهو مساحة الشكل أوجد مساحة سطح كل من المكعبات الآتية مساحة المكعب هو 6 ضرب مساحة المربع أو جهه الستة مربعات ومساحة المربع هو مربع طول الضلع بالتعويض طول الضلع 9 ديسيمتر أي 6 ضرب 9 مربع وتساوي 6 ضرب 81 وتساوي 486 ديسيمتر مربع الشكل الثاني رأينا طول الضلع عشر متر بالتعويض مساحة المكعب وتساوي 6 ضرب مربع طول الضلع وتساوي بالتعويض 6 ضرب عشر مربع وتساوي 6 ضرب 100 وتساوي 600 متر مربع وهي مساحة المكعب أوجد مساحة السطح لدينا الشكل التالي وهو متوازن مستطيلات فمساحة سطح هي مساحة أوجهه الستة مساحة الوجه السفلي 2 ضرب ثلاث ضرب ثمانية زائد 2 ضرب عشر ضرب ثلاث وهي مساحة الوجه الجانبي زائد 2 ضرب ثمانية ضرب عشر وهي مساحة الوجه الأمامي بإيجاد ناتج الجداءات يساوي 48 زائد 60 زائد 160 وتساوي 268 وحدة مربع الشكل الثاني أيضا مساحة الشكل هي عبارة عن مساحة مربعين وأربع مستطيلات بالتعويض طول الضلع المربع 5 ومساحة المستطيل الطول هو 12.5 سنتيمتر وعرضه هو 5 سنتيمتر بالتعويض نجد أن مساحة المربعين هو 50 ومساحة أربع مستطيلات هي 250 بجمعهما يكون الناجر 300 وحدة مربعة وهي مساحة السطح الشكل هو هرم ربعي ومساحة السطح تكون أربع ضرب مساحة المسلس أو جهه الجانبية مسلسات زائد مساحة المربع القاعدة بالتعويض مساحة المسلس هي نصف القاعدة في الارتفاع ومساحة المربع هو مربع طول الضلع لنعود الارتفاع هو 10.5 سنتيمتر أما القاعدة هي 15 سنتيمتر وطول الضلع هو في المربع 15 سنتيمتر لنحسب ناتج أربع ضرب مساحة المسلس فيكون 315 ومساحة المربع تساوي 225 لجمعهما يكون الناتج 540 سنتيمتر مربع الشكل الثالث لدينا القاعدتان هما مثلس القاعدتان هما مثلس وثلاثة أوجه مستطيلات مختلفة فتكون مساحة السطح هي اثنان ضرب مساحة المسلس لأنهما طبقان زائد مساحة المستطيل الأول زائد مساحة المستطيل الثاني مساحة المستطيل الثالث بالتعويض مساحة المسلس هي نصف القاعدة في الارتفاء يعود المسلس قائم فمساحته نصف جداء الضلعين القائمين وتساوي نصف ضرب 12.5 ضرب 10 مساحة المستطيل الأول هو 15 ضرب 12.5 زائد مساحة المستطيل الثاني هي 15 ضرب 10 مساحة المستطيل الثالث هي 15 ضرب 16 الطول ضرب العرض بحساب ناتج الجداءات التالية يكون الناتج 125 زائد 187.5 زائد 150 زائد 240 بجمعهما يكون الناتج 702.5 سنتيمتر وربع وهي مساحة السطح المعطا مسألة تبلغ تكلفة صناعة علبة أسطوانية للهدايا 0.04 ليرة سورية لكل سنتيمتر مربع منها فما تكلفة صنع كل من العلب الآتية لدينا بالشكل العلب الأسطوانية للهدايا فمساحة الأسطوانية تساوي محيط الدائرة ضرب الارتفاء زائد 2 في مساحة القاعدتين لنعوض محيط الدائرة 2 ضرب B ضرب R ضرب الارتفاء وتساوي 2 ضرب مساحة الدائرة B ضرب R مربع نعوض الأرقام B تساوي 3.14 والR هي 7.5 من الشكل المعطى القطر 15 فنصف القطر هو 7.5 الـ H الارتفاع هو 20 من الشكل B تساوي 3.14 وR مربع هي 7.5 مربع لنحسب ناتج الجداءات فيكون محيط الدائرة درب الارتفاع هو 942 ومساحة الدائرتين هي 353.25 بجمعهما يكون الناتج 1295.25 سنتيمتر مربع لنحسب التكلفة نضرب الناتج بـ 0.04 ويكون الناتج 956.13 ليرة سورية تكلف صناعة العلم أي الشبكات الآتية يمكن أن يكون مكعبا؟ لدينا الشبكات التالية حتى يكون مكعبا؟ يجب أن يكون مكوّم من 6 مربعات 4 متجاورة واثنى متقابلان فنجد من الشكل أن D هي الشبكة المكوّنة للمكعب مسألة تريد مها تغطية الهرم المبين بالشكل بورق معدني مذهب كم سنتيمتر مربع من الورق المعدني سوف تحتاج إليه؟ وإذا كانت تكلفة السنتيمتر المربع 0.8 ليرة سورية فقدر المبلغ الذي ستدفعه مها مساحة السطح هو مساحة الأوجه الجانبية المسلسات الأربعة زائد مساحة القاعدة هي مساحة المربع وتساوي أربعة ضرب مساحة المسلس زائد مساحة المربع بالتعويض مساحة المسلس هي نصف القاعدة في الارتفاع ومساحة المربع هو مربع طول الضلع الارتفاع هو ثلاث والقاعدة هي 2.4 بالتعويض أما ضلع المربع هو 2.4 بحساب الناتج لأربع مساحات المسلس يكون 14.4 ومساحة المربع 5.6 بجمعهما يكون الناتج 20.16 سنتيمتر مربع لحساب التكلفة نضرب الناتج بـ 0.8 ويكون 16.128 ليرة سورية المبلغ الذي ستدفعه مها لتغطية الهرم بورق معدني مذهب أوجد مساحة سطح كل متوازي مستطيلات مما يأتي لدينا الارتفاع 4.1 والعرض 3 سنتيمتر والطول 6 سنتيمتر لنعود بالقانون 2 ضرب 6 ضرب 3 زائد 2 ضرب 6 ضرب 4.1 زائد 2 ضرب 3 ضرب 4.1 بحساب ناتج الجداءات الثلاث يكون 36 زائد 49.2 زائد 24.6 ويكون الناتج مجموعهما 109.8 سنتيمتر مربع لنحسب مساحة سطح متوازي مستطيلات الارتفاع يساوي 25 سنتيمترا العرض 37.5 سنتيمتر أما الطول هو 30 سنتيمتر بالتعويض بالقانون المساحة تساوي 2 ضرب 30 ضرب 37.5 زائد 2 ضرب 30 ضرب 25 زائد 2 ضرب 37.5 ضرب 25 بحساب ناتج الجداءات يكون 2250 زائد 1500 زائد 937.5 وتساوي 4687.5 سنتيمتر مربع مسألة إذا كانت تكلفة المتر من ورق تغليف الهدايا هي 1.5 ليرة سورية فما تكلفة تغليف الصندوق المبين بالشكل؟ لدينا الشكل هو عبارة عن متوازي مستطيلات أو جهة جانبية مستطيلات والوجهين الأمامي والخلفي هو مربعات فمساحة أربع مستطيلات زائد مساحة مربعين هو مساحة السطح لنعوض مساحة المستطيل هو طول بالعرض 0.3 ضرب 0.9 ومساحة المربع هو مربع طول الطلعين 0.3 ضرب 0.3 بحساب ناتج الجداءات يكون نجمعهما 0.288 متر مربع لحساب التكلفة نضرب بـ 1.5 بالناتج يكون 0.432 ليرة سورية لكل متر أوجد مساحة سطح الأسطوانة مستخدما الباي تساوي 3.14 والـ H الارتفاع تساوي 10 والـ R مصف القطر يساوي 7 بالتعويض مساحة الأسطوانة هي محيط الدائرة ضرب الارتفاع زائد 2 في مساحة الدائرة لنعوض الباي تساوي 3.14 والـ H تساوي 10 والـ R تساوي 7 بالتعويض لنحسب الجداءات يكون الناتج 439.6 زائد 307.72 ومجموعهما هو 747.32 طبعاً واحدة مربعة انتهى درسنا لليوم شكراً لكم شكراً لكم